الحوثيون يعلنون عن هدفهم القادم والهدهد اللبناني يتجول في سماء الكيان العبري للمرة الثالثة ويعود بالمستور الرئيس العبري يتعرض لموقف محرج في باريس ووزير الدفاع العبري يعلنها لا مكان لبنكفير بيننا بينما تالأبيب توافق على شرط القاهرة بشأن محور فلادلفيا بوتين يتوعد الغرب بمفاجأة مرعبة وزيلنسكي يصرخ أريد تفاوض قبل أن يفوز ترامب ويقدمني كقربان لبوتين وواشنطن تنفذ أول شروط السعودية لتطبيع معاة تالأبيب وكوريا الشمالية تهجم جارتها الجنوبية بسلاح قذر ساحة حرب جديدة الصراع الحوثي العبري يشتعل وينتقل إلى ساحة جديدة نعم يبدو أن جماعة أنصار له الحوثيين قد حددوا هدفهم القادم حيث تمتلك تالأبيب قواعد عسكرية بحرية في جزر أرخبيل دهلك الإريترية وتحديدا في جزر ديسي ودهوم وشومي وفي مدينة مصوع الساحلية بالإضافة إلى محطة تنصت أعلى جبل إمباسويرا وتحوي هذه الجزر أيضا على أحواض سفن سوفياتية قديمة وقاعدة عسكرية تعد ثاني أكبر قواعد الكيان العبري البحرية خارج حدوده وواحدة من أكبر مراكز التجسس في القرن الأفريقي ومنطقة ماضي قباب المندب هذا وقد نفذ الحوثيون مسبقا هجوما على تلك القاعدة ليصرح حينها وزير الدفاع الإريترية أن تلك القاعدة لم تنفذ أي نشاط عسكري أو استخباراتي ضد اليمن منذ بداية عاملية الحوثيين في البحر هذا وتستخدم تل أبيب هذه القواعد لجمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الأنشطة الإيرانية حسب ما تزعم بالإضافة إلى حماية تجارتها البحرية وازدادت أهمية قاعدة دهلك العبرية وتوجهت لها الأنظار بعد قصف الحوثيين لتل أبيب في يوليو الجاري وذلك وفق قناة الجزيرة الإخبارية برأيكم هل ستصبح تلك القاعدة هي هدف منها هدف الحوثيين القادم؟ ننتظر الإجابة منكم ومن له بالجبهة اليمنية العبرية تأخذنا تطورات إلى ساحة لبنان المشتعلة هدهد سليمان يطير ويعود بأنباء جديدة للمرة الثالثة في أقل من شهر واحد حيث نشرت الفصائل اللبنانية فيديو جديد لمسيرة المدهد يظهر تصويرا لقاعدة رماد ديفت الجوية العبرية لوقعة على بعد 46 كم من الحدود اللبنانية وأوضحت الفصائل اللبنانية أن لقطات الفيديو تحتوي على صور مفصلة للقاعدة الجوية بما في ذلك مخازن الذخيرة وقبة الاتصالات ومنصة القبة الحديدية كما يعرض الفيديو الذي تتجاوز مدة ثمانية دقائق صورا عالية تدقى للقاعدة الجوية ومنشآتها مثل مركز القيادة والسيطرة ومبنى الضباط وقسم الصيانة المحركات بالإضافة إلى كلية الطيران وأماكن خاصة لمعينة طائرة أف ستة عشر كما يظهر قيادة سرب المروحية ومدرج يحتوي على مروحية أباتشي وأبراج المراقبة وأشار الفيديو أيضا إلى مسح الليلي سابق للقاعدة مما يؤكد تنفيذ عدة طلعات استطلاعية فوقها في وقت سابق وفي الدقائق الأخيرة تضمن الفيديو صورا جوية لعدة نقاط حساسة أخرى حيث عقبت الفصائل اللبنانية أنهم قد أطلقوا الهودهود في ذروة تأهوب تل أبيب بعد قصف ميناء الحديدة مباشرة ولم تستطع أجهزة الرادار العبرية كشفها أو إسقاطها في المقابل اعترفت تل أبيب بالواقعة وعلقت على الفيديو من خلال القناة الثانية عشر العبرية بقولها أن الفصائل اللبنانية نشرت لقطة جديدة من الداخل العبرية حصلت عليها بواسطة طائرة مسيرة قد اخترقت الأجواء ولم يتم اعتراضها وها نحن ذا نتصفح المصدر من موقع سكاي نيوز وفي سياق المشابهين أعلنت ذاعة الشيش العبري اعتراض طائرتين من دون طيار اقتربت من جهات الشرق وذلك قبل عبورها إلى الأراضي العبرية ومن جبهات الحرب المفتوحة إلى مواقف تل أبيب الدولية حيث شهد مطار شارل ديغول في باريس حادثة أمنية غاربة من نوعها إذ منع الرئيس العبري إسحق هرتسوق وحاشيته من النزول من الطائرة من جهتها ذكرت القناة الثانية عشر العبرية أن السبب كان وقوف أحد عمال المطار بدون سترة بالقرب من الطائرة مما أثار شكوكا بوجود خطر أمني بناء على ذلك تقرر منع الرئيس والوفد المرافق له من النزول وفي وقت لاحق أعلن عن عودة الأمور إلى طبيعتها ونزل الرئيس العبري من طائرة بسلام لتأخذنا التطورة إلى الانقلابات الداخلية في حكومة نيتنياهو حيث اتهم وزير الدفاع العبري أف جالانت وزير الأمن القومي إدمار بنكفير بمحاولة إشعال توترات في الشرق الأوسط وكتب جالانت عبر حسابه على منصة أكس أن هناك شخصا في الحكومة يحمل كمشعل نيران ويحاول تأجيش الأوضاع في المنطقة معبرا عن رفضه التام لأي مفاوضات تهدفه إلى ضم بنكفير لكابنة الحرب أو المجلس المصغر لأنه يعتقد أن ذلك سيمكنه من تنفيذ مخططاته وفق تعبيره في سياق مشابه هدد وزير المالية العبري بمضاعفة الضريبة على البنوك العبرية وذلك ردا على قرارات البنوك التي رفضت دفع الفوائد على أرصيدة الحسابات الجارية وذلك حسب ما أفدت به صحيفة كالكاليست العبرية هذا واتهم سموترات البنوك بالجشع خلال حديثه أمام الكنست ومن انقلابة تل أبيب الاقتصادية إلى آخر مسجدات مفاوضات الهدنة حيث أفدت صحيفة جرالزينبوست العبرية بوصول وفد للتفاوض العبرية إلى القاهرة لاستئنة في عمليات المفاوضات ووفق الصحيفة العبرية فإن الوفد العبرية سيبلغ الجانب المصري بالموافقة على سحب القوات من الجانب الفلسطيني من محور فلادلفيا وذلك مع ضمان القضاء على عملية تهريب السلاح إلى القطاع بينما يرى خبراء أن الوفد العبرية عادة ما يصل إلى القاهرة بدون صلاحيات حقيقية تتيح له اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الأزمة مما يعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المقابل نفى مصدر مصري مسؤول وجود وفود عبرية أو فلسطينية في القاهرة لبحث التهديئة في القطاع مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العبري بن يامين نتنياهو يسعى لاستباق كلمته أمام الكونغرس بالدعاءات غير صحيحة حول خلوز المصابين في القطاع وتكثيف عمليات الإغاثة والتقدم في اتفاق التهديئة وذلك وفق وكالة سكاي نيوز بوتين يتوعد أوروبا روسيا تقولها للغرب حذار من المساس بأموال هليان الرد سيكون قاسيا حيث صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا إن إمكانية تسليم إرادات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا هي بحد ذاتها سارقة وذلك حسب تعبيره وأضاف إن روسيا سترد على ذلك ولن تقف مكتوفة اليدين في المقابلها هي روسيا تواصل كاسر حواجز العقوبة الأمريكية حيث عملت على إعداد اتفاقية شاملة على التعاون مع إيران فضلا عن كوريا الشمالية والصين والهند أي باختصار نحن لن نبيع الغاز والنفط إلا عن طريق وكلائنا في المنطقة وأوروبا ستشتري منهم وبهذه الطريقة سنقل للعقوبات الأمريكية والغربية باي باي ومن الحروب الاقتصادية تأخذنا الأحداث إلى الحروب الجوية نعم حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أسربا من قاتلات روسية رازي سو سبعة وعشرين قد اعترض ثلاث طائرات بريطانية تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود وذلك بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية أضافت الوزارة أن المقاتلات الروسية سو سبعة وعشرين قد اقتربت من طائرة الاستطلاع آر سي مائة وخمسة وثلاثين ومقاتلتين من طراز طايفون تابعتين لسلاح الجو البريطاني على الحدود الروسية لتستدير بعدها الطائرة البريطانية ولم يتم انتهاء حدود الدولة ومن الممحكات الجوية الى طاولة التصالح الدولية بصوت منخفض ومهذب يغمره الحياء والخجل زيلينسكي اعلنها سابقا لابد من انهاء الحرب وها انا ادعو للتصالح مع روسيا ليجد نفسه ووزير الخارجية الاوكراني ديمتري كوليبا في الصين مبدين استعدادا لكياب ورغبتها للتفاوض مع روسيا على ان تكون تلك المفاوضات بتريقة عقلانية ولها اهمية عملية وتهدف الى تحقيق سلام عادل ودائم للدولتين ومن جهتها رد متحدث لكريملان ديمتري بيسكوف على اعلان كوليبا قائلا لم نرفض التفاوض مع كياف وكن دائما منفتحين عليه لكن يجب الانتظار قليلا لمعرفة المزيد من التوضيحات هذا وينتب زيلينسكي القلق منذ انسحاب الرئيس الامريكي جو بايدن الداعم الرئيسي له من الانتخابات الرئاسية الامريكية وسط تخوف جديد من فوز سلفه دونالد ترامب والذي وعد اكثر من مرة بجلب كياف لطاولة التفاوض مع روسيا وانه سيقطع الدعم عن اوكراني اذا لم تستجب له وانه لا يقدم شيئا بالمجان والى جولة مع اخير الاحداث وتطورات على الصعيدين الاقليمي ودولي الاحداث والتطورات البداية من واشنطن الحزب الديمقراطي الامريكي لا يزال مصرا على ابرام اتفاق تطبيع مع السعودية والكيان العبري قبل الانتخابات الامريكية رغم ضيق الوقت وها هي واشنطن تنفذ للرياضي اولى شروطها للتطبيع حيث وفقت وزارة الخارجية الامريكية على صفقة لبيع انظمة دعم وخدمات لوجستية للسعودية بقيمة اثنين فصيلة ثمانية مليار دولار من جهتها افادت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون بان الصفقة تتهدف الى تعزيز امن السعودية ودعم الاستقرار في منطقة الخليج دون تغيير للتوازن العسكري الاساسي بالمنطقة ومن السعودية نعبر الى المحيط الاطلسي في اتجاه العودة الى ازمة الشرق الاقصى المزمنة ونقصط ازمة الكوريتين وللمرة الثالثة ترسل كوريا الشمالية بلونات محملة بالبرازي والنفايات الملوثة بفيروسات وبكتيريا لم يتم الكشف عن نوعيتها الى هذه اللحظة هذا وقد وصل الكثير منها المجمع الرئاسي لكوريا الجنوبية في سويال لتنتشر فرق كيميائية كورية جنوبية في كل مكان لفحص البلونات ومعرفة ما اذا كانت تحمل مواد خطرة ام لا اشتركوا في القناة